واحدة يقول لي عمال تتكلم بقى لك نص ساعة على تخريج كلال الحربية وعمال تتكلم على الجيش وتكلم على التاريخ وتكلم على صورة يوليو وعمال تتكلم وتقول وتحكي وغيره وغيره يا عم انتوا قدين بالكوا من الناس الغلابة يا عم انتوا شفتوا الناس اللي مش لقين ياكلوا بقولوا اه شايفين والرئيس عارف زي مال قبل كده عارف كل جنيه داخل فين ورايح فين وكل مشاكل مصر عارفها وحافظها وانا بقول للناس اللي متخيلة ان في انفصال ما بين القيادة والحكومة والناس اللي في الاعلام وغيره زي زمان انت غلطان بتزعلش مني لو انت متخيل ان الدولة وعين الدولة والرئيس مش شايفك ومش عارف مشاكلك ومش حاسس بيك ومش عارف كل اللي انت بتعاني منه حضرتك انا اسف تبقى غلطان وحضرتك ايوة حضرتك انا اسف تبقى غلطان لان كل المشاكل واحد يقولك بس طلعونا اتكلم في التلفزيون وانا اقول يا سيدي كل اللي انت هتقوله عارفينه كل مشاكلك عارفينها واكتر انت عارف مشاكلك اليومية ان مفيش ضيق ذات اليد ده فيش فلوس او مفيش بحبوحة في العيش او في ضيق في العيش كل ده احنا عارفينه لكن اللي انت متعرفوش ان في مشاكل اكتر بتخصك انت مش عارفها مش عارف التلوس مش عارف التعليم مش عارف الصحة مش عارف الضغوط اللي برة مش عارف القيود اللي برة مش عارف التحديات مش عارف مش عارف لا الدولة شايفك وعارفة كل حاجة وعينها عليك وهدفها حضرتك وإصلاح ظروف حضرتك وحضرتك اوعى تتخيل إن الدولة عايشة في وادي أو الحكومة عايشة في وادي والإدارة الحالية عايشة في وادي أو الناس اللي قاعدين أنا بطلع أتكلم وانت فكرني بنظر ومنفاصل إحنا مغموسين إحنا من طين هذا الشعب أنا بتكلم عن نفسي من طين هذا الشعب إحنا من ملح الأرض إحنا حسين مش حسين بالناس إحنا عايشين نفس العيشة بتاعت الناس وبقول الدولة حاسة بالناس